طانية سيدنا ابنكم ويخدامكم كنت بشتغل في إحدى الكنيس ضمن زملاء أحباقي يعملون معي في نفس الكنيسة لمدة سنوات وكان ربنا مدينا نعمة كبيرة في عين سيدنا والأباء في الكنيسة لغاية ما ترسم أب كهن جديد مسك إدارة الكنيسة وأول حاجة عملها أنه تطفش جميع العمال الموجودين من الأول الأدام في الكنيسة منذ سنوات بطريقة الضغط علينا سواء في المعاملة وفعلا الجميع ترك الكنيسة وذهبوا إلى أماكن جديدة يشتغلوا فيها وعين ناس تانية بنفسه لكن المشكلة عندي أن الكنيسة ليست مجرد مكان بشتغل فيه لكن هي اللي كانت بتشتغل فيه وعشان كده أنا حاسس أن الكهن ده خرجني من السماء مش مجرد شغل والمفاجأ أنه بعد كل ده تم رسمته أب أسكف لكن أنا مش قادر أسامحه لأنه لو اشتغلت في أفخم الأماكن وأخدت أغلى المرتبات بالنسبة لي لا يساوي ثانية واحدة اشتغلتها في الكنيسة فيه وأنا آسف على كلامي ده وبيعتذر أن يرتجد مجردش حاجة يعني هو أحيانا بيكون ربنا أنا يعني مش ببرر اللي حصل ولا بدافع عن أب أنا ما عرفش مين هو لكن أحيانا أن الله يستخدم الناس لتحقيق أغراض أنت نفسك تكون لفيدتك يعني جايز اللي شغال في الكنيسة ده عادة الأعمال في الكنيسة مش بتدي مرتبات كبيرة جايز هو لو خرب يشتغل بره هياخد مرتبات بحثك لكن ما تقطعش علاقتك بالكنيسة في سبب الشغل الكنيسة مش مكان شغل مكان عباد ففيه طبعا فرصة لبعض الناس يشتغلون لكن مش كل المسيحيين بيشتغلوا في الكنيس لكن كل المسيحيين بيصالوا في الكنيس فما تضيقش من هذا الأمر اعتبر دي كانت من عند ربنا عشان تنطلق وتشتغل شغل أنا أحسن ويجيب لك إرادة أحسن لكن الكنيسة تظل هي مكان الصلاة والعباد يعني أنا بفرح جدا من يفتك وانت بتفطب على ولادك حتى لو كانت في حاجة بجعاهم أو جرحاهم من حد من الكنيسة مهما كان هو مين لكن ما تفصلش نفسك عن الكنيسة عشان في حد ضيقك في الكنيسة طبعا أصددي انت عارفة زي ما يكون فيه ولد رجع من مدرسة متضايق ان فيه زميل وضايقه أو عيره أو تنمر عليه هل نقول له خلاص ما تروحش مدارس لا طبعا